من حيث الرد وحول كيفية التعاطي إذا ما فعلته إيران وسوف نستمر في مراقبة التهديدات المقبلة من إيران ووكلائها وأن نعاية كافة الجنود الأمريكيين في المنطقة والآن سوف أتلقى بعض الأسئلة هل الإدارة كانت قد عملت على أخراج المواطن الأمريكيين من لبنان كما تعلمون المواطنون الأمريكيون في لبنان قد توفرت لهم بعض الوسائل وسائل النقل التجارية لنقلهم وأخراجهم وقلنا هذا عبر ذلك المنبر أكثر من المناسبة وخاصة في ظل خطة الأخلاء التي لا تعتمد على أسس قتالية لكننا ما زلنا نعمل على تمرير هذه الرسالة فأنه على المواطنين الأمريكيين اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الخارجية وإيجاد السبل التجارية للخروج لأننا في مرحلة لاحقة لا نستطيع إخراجهم بأمان ما هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الانتقام والرد الإسرائيلي في عقاب بهذا الهجوم الإيراني لقد أجرينا بعض المناقشات مع الإسرائيليين في عقاب بهذا الهجوم على المستوى العسكري وكذلك على مستوى وزارة الخارجية وأننا مستمرون في هذه المناقشات في الساعة المقبلة ولن نقوم بإطلاق الأحكام المسبقة إلا بعد التشاور مع الإسرائيليين وسوف تتاح لنا لتحديث هذه التقارير وإجراء مناقشة مطولة من الواضح أن هذا تصعيد كبير من قبل إيران وكان لابد لنا أن نتعاون مع إسرائيل في مواجهة هذه الحادثة ولحسن الحظ بأنه ما من شخص قتل في إسرائيل حتى اللحظة لكن لابد لنا أن ننظر إلى الخطوات المقبلة لحماية المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار إلى أكبر قدر ممكن بالنسبة لرسالة الرئيس إلى إسرائيل ولتقديم الدعم لها بصورة كاملة من هذا المنبر لن أشاطر توصيات الرئيس فقد يكون لديه فرصة مشاطرتها بصورة مباشرة كما قلت لكم أجرينا مشاورات مع الجانب الإسرائيلي وما زال من المبكر أن نتحدث عن عمليات التقييم تلك أو عن التوقعات سوف نقوم بإطلاعكم عليها في حال حدوثها أعلنت من هذا المنبر بأن الرئيس يتعقب هذه الأحضاث لحظة تلو الأخرى ونحن على اتصال لسيق مع الإسرائيليين وسوف نخبركم بأي تحديثات قد تحصل آخر سؤال في أبريل وبعد أن بدأت إيران هجومها ضد إسرائيل كان هناك مجموعة من العقوبات التي صدرت بحق إيران نتيجة لفعل ذلك وقيل بأن ثمت تبعات وعواقب وخيمة سوف تلحق بإيران ما هي تلك التبعات والعقوبات هذا السؤال سوف تكون إجابته من خلال المناقشات التي سوف نجريها من المبكر أن أتحدث عن تلك العقوبات لكننا سوف نقف مع إسرائيل من أجل دفاع نفسها وكنا قد أوضحنا بأنه تبعات سوف تكون هناك ولن يمر الأمر مرور الكرام